أهلا بحضراتكم تستند العلاقة المصرية الإماراتية على أسس وقواعد صلبة أسهمت في استمراريتها بنسق متصاعد حتى بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والعصية على كل المتغيرات والتحديات من حولها وتعد الانطلاق القوية التي شهدتها المرحلة التأسيسية لعلاقة البلدين أحد أهم أسرار النجاح الذي حققته هذه العلاقة على الأصعدة كافة وذلك بفضل التوجهات الحكيمة والجهود الدأوبة والنية الصادقة لقيادتي البلدين حيث أصبحت العلاقات الإماراتية المصرية نموذجا يحتذا به على الصعيدين العربي والعالمي وعلى مر الزمن كانت العقيدة المصرية ثابتة تجاه دولة الإمارات العربية في كونها رمز الأخوة والتسامح بين الأشقاء العرب وجزء لا يتجزأ من أمن واستقرار وسلام المنطقة انطلاقا من هذه الرؤية قامت العلاقات بين البلدين على فكرة وفلسفة للمساندة والدعم في كافة الأوقات بغض النظر عن الظروف والأحداث وقد وصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي ضروتها خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما ظهر جليا في تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين للتشاور بين القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واقتصاديا تميزت العلاقات بين مصر والإمارات منذ البداية بمستوى عال من التنسيق والتعاون وهو ما تم تكسيده على أرض الواقع عبر عدة أشكال من التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع المشتركة في مختلف القطاعات وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بـ 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5% وفي إطار ما تتمتع به الدولة المصرية من فرص استثمارية واعدة وقعت القاهرة وأبو ظبي أكبر اتفاق للاستثمار المباشر بين البلدين لمشروع تطوير رأس الحكمة بـ 35 مليار دولار وتتنوع قاعدة التعاون والمصالح المشتركة بين مصر والإمارات ويأتي التعاون العسكري في مقدمة هذا التعاون حيث تشارك قوات البلدين البحرية والجوية والبرية بشكل مستمر وممنهج في سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة التي لعل أبرزها التدريب العسكري زايد مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موسعا للعلاقات المصرية الإماراتية أشكركم على طيب المتابعة